عندي خبر في الزمالي خاص بمحمد أبو جبل طبعا على الحارس الدولي والحارس المهم جدا خلال الفترة اللي فاتت كان كمان في بطولة أمم أفريقيا ومع المنتخب الوطني يمكن طلب مساواته بمحمد عواد اللي بيحصل على 17 مليون جنيه في الموسم أبو جبل بيحصل على حوالي 3 مليون جنيه في الموسم هو شرط شرطين أبو جبل رقم واحد أن يتم مساواته بمحمد عواد رقم اثنين أن يتم وضع شرط جزائي في عاده يمنحه الرحيل أعتقد أن يدارة نادي زمالك إذا رفعت العاد أبو جبل إلى 17 مليون جنيه هيكون من الصعب أنها توافق على شرط جزائي يمنح الحق لأبو جبل في الرحيل إلى أي نادي خارج مصر فرجاني ساسي لاعب الزمالك السابق والنجم التونسي تدخل حل أزمة سيف الجزيري مواطنه طبعاً مع نادي زمالك خلال الفترة اللي جاية ديمكن أخبارنا